السلام عليكم ورحمة الله أتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير على خير أتم صحة و العفية مرحبا بكم مع أي فيديو جديد اليوم سوف نرى الاقتراح العيد حلوة اقتصادية سهلة وبسيطة كيف قالوا نس زمان جديد جدا والبالي لتفرط فيها حلوة زمان حلوة البوق أو بوتيفر تجيل رائعة كيف ترى المقادير مقادير بسيطة 200 جرام زبدة لها تشكلها بدرجة حرارة المطبخ هناك بيضة كاملة الصفار والبيض هناك صفار البيض هناك صفار البيض هناك ربع كأس زيت نباتية ربع كأس فقط هناك كأس مملوء سكر سقيل أو سكر غلاسي هناك كأس إلا ربع ميزينة نشط دورة وعندنا قبيصة الملحة وعندنا كذلك صاشيا الفاني وعندنا 400 جرام مقادير مضبوطة سنحتاج ملعقة مبشور الحامض ونحتاج لتزيين فواكه المعسلة قطعة قطع رقيقة ونبدأ هناك زبدة وضع عليها صاشيا الفاني ممكن استعمله الفاني بودرة وكذلك تكسر لنا الجهة الزبدة الزبدة من أصل نباتي زبدة عادية الزبدة 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 وضعت ربع كأس الزبدة الزبدة وضعت البيض وضعت جوجة صفار بيض وضعت البيضة كاملة مع التحراك المستمر المشتوع الجنراء ونأخذ جهد ملعقة ملعقة ملوعة القشور الحامض كنت محتفظة بهم من مركز الحامض قولية القشور ممكن استعمله مبشور البرتقال أي نكهة تفضلوها هنا لدينا نشاة أو نشاة ميزينة كأس إلا ربعة وضعت كذلك يعطي هذه الحلوة يفتية به صراحة يعطي واحد الهشاشة هذه الحلوة فهنا دائما كما اشتو تطراب لا نحبسوه لكي نحصل على الكريمة التي تأتي ارتبها وتأتي كريمة ناعمة ه 좋은 واحد سنضع كريمة كريمة لغريك قريبا فسنقل كريمة في القصرية بطريقة وستعمل ممكن نجاح هذه الحلوة ونحصل على ربع قبيصة الملحة فوق الدقيق نضيف مقادير مضبوطة سوف نضيف مقادير مضبوطة جدا سوف نستعمل ضروري للعجن فقط نجمع العجين بدون اي مجهود ودائما نضيفه بالتدريج نضيفه بالتدريج نضيف مقادير مضبوطة ثم نجمع العجين نضيف خطراف جميع العجين بسطفة نضع العجين في سطح العمل لتحكم فيه أكثر لأن هذا العجين غارق لتحكم فيه أكثر بالنسبة لأنه لا يريد العجين في هذا الشكل فممكن تكمله بالعجين يغفل العجانة تحيضه الراس وتضعه الراس الخبز وتكمل العجين بكل سهول العجين يلتسق شيئا ما في الديم لكي تكون العجينة طرية أو ليينة لكي تكون العجينة ناجحة وكي تكون عجينة قاسحة فهذا هو العجين الذي حصلت هنا أخذت صفيحة الفرن وضع فوق منها ورق ورق الفرن هذا هو العجين لكي تكون ليين نأخذ هذا البوق هذا البوق يجب الزمان الناس يجب العفو بقي صارحة حد الساعة حاضرة كما قلت لكم لا تموت من الحلويات المغربية التقليدية الأصيلة التي تبقى دائما حاضرة في المناسبات والأعرس سوف نبدأ بركتي الله وضعت الأولى لا تصوير المقطع نضيف الوضع الثانية في البوق نحاول وضع الأصبع حتى نحصل على هذا الشكل هذا هو القياس الذي أعجبني هذا هو القياس سوف نضيف الحجم لتبدأ وضع الحلوة الأولى سوف نضيف نضيف الحلوة قياس واحد على هذا الشكل الطريقة سهلة وضعها على هذا الشكل وضع السنينات سوف نضيف الحلوة وضعها سوف نضيف كمية العجينة وضعها سوف نضيف وضعها سوف نضيف وضعها وضعها وعلى الطحين لا تتكتر المقادير لديها تكون لينة فتية و لا تجد بعدها 400 g ميو يقومون بكسل عنبه تقريبا 3 كؤوس ينزيدون لهم ملعقة كبيرة و زائد ملعقة كبيرة مملوئة يعطينا الوزن بالجرامات فقد يجبونها 400 جرام سوف ندخل لكم مقادرة جيدا مضبوطة في صندوق الوصف لتنجح معكم من أول تجربة ولا حتى بنسبة المبتدئات نأخذ الفروي كونفي أو الفواكه المعسلة على هذا الشكل فكل حبة تكون فيها واحد القطعة من دوكلي فروي كونفي نأخذ واحدة أحمرة واحدة خضرة نحن نعطي هذه المنظر رائع تجيزونها تقليدي رائعة تجيزونها من أروع الحلوية تجيزونها وتجيزونها 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 وفتيتها وكذلك فيها مدق رائع مع القشور الحامض تجيزونها 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 تكلمة ومشامة إلى المرة تجيزونها تجيزونها فينطلقها معكم انشاء الله ثم نعطي الحلوة كما رأيته تأتي الحلوة البوق أو البوتي فور على هذا الشكل قياس واحد سأتحمل الواجه ونكمل باقي الكمية صفيحة ثانية ونرجع معكم ندخل هذه الصفيحة للفرن ونرى الصفيحة الثانية هذه الصفيحة الثانية عمرتها تهي ونزينها كذلك كمية العجين سأعطني واحدة كمية وفيرة يعني أعطتنا جوج طاوات هنا كملت العجين كامل لا تبقى حجم العجين فأعطتني تقريبا جوج طاوات أو جوج طاوات من هذا الحجم هنا 200 جرام الزبدة فتبارك الله تخرج كمية وفيرة ممكن أن نخرج منها جوج شكيلات ندخل الصفيحة الأولى أو الطاوة الأولى ممكن طاوة ثانية ندخلها على شكل طولي هنا سأعطني جديدها في الشوكولات الأسود يعني تبقى مسألة اختيارية وكما شاهدتوا هذا هو الشكل نهائي أو الحلوة البوق كما كانوا يسمون الناس الزمان تأتي رائعة وتأتي الديدة يعني الوجهة لا تريد أن يكون محمرة حتى يتحرق بحلقة ذهبية وكما تشاهدوا تأتي على هذا الشكل تأتي رائعة وكما تأتي رائعة وكما تأتي رائعة وكما تأتي رائعة شكل جديد في اللقاء وتأتي رائعة نشط دورة كما تأتي رائعة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع السلام عليكم